اكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حرص الوزارة على الاهتمام بمعالجة مخالفات البناء وذلك من خلال توعية المطورين والمواطنين بأهمية الاشتراطات القانونية للتعمير وبين الوزير خلف أن الوزارة ممثلة في المركز البلدي الشامل وفي ظل قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن توعية المكاتب الهندسية بإعداد أفلام تعرفية للمخالفات والأخطاء قامت بتنظيم سلسلة من ورش العمل المصورة ووضعها على منصة اليوتيوب لمعالجة المخالفات والأخطاء الهندسية وتعميمها على المكاتب الهندسية وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتكررة وتوعية المكاتب الهندسية والاستشارية بآليات العمل والمستجدات بنظام بنايات مشيرا إلى قيام فريق بنايات بالمركز البلدي الشامل بعقد ورش تدريبية داعمة للمكاتب الهندسية والاستشارية باتقنيات الاتصال عن بعد بمشاركة 465 من العاملين في المكاتب الهندسية وقال خلف تنوعت أساليب التواصل مع مستخدمي نظام بنايات من المكاتب الهندسية والجهات الخدمية وتم أخذ المؤشرات بعين الاعتبار والتنسيق لإعداد الورش التدريبية والتثقيفية المختلفة كما تم تدوين الملاحظات والتساؤلات والشكاوى التي تريد إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق الفني لنظام بنايات لحصر المعوقات إن وجدت لتوفير التطوير اللازم والمستدام ودعم العملاء